مبروك الفوز الاربعتاشر للنادي الاهلي وثلاث نقط جديدة بمشوار الدوري الذي لم ينتهي بعد علشان الناس اللي كانت بتكلم ان match pyramids هي كده اتحسمت لأ يا جماعة لسه بدر جدا او يعني هي خطوة ان شاء الله لتحقيق الدوري ولكن خليني بقى اقولكو حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ الحلقة اللي منتظر ان انا اغني والله وعملوها الرجالة يتفرج على حد تاني يروح تشانل تانية علشان ده انا ما هعمله اليوم خالص خدت كمية سباب وتطاول وبزاقات الحلقة الماضية علشان مجرب بس ان انا بنتقد بعض اللاعبين المقصرين بارض الملعب وبدون تطاول وبدون تجاوز انا بتكلم عن اداء لاعب انا بتكلم بشكل شخصي ولا بقولك لأ روح شوفه بالليل بيروح يقعد فين ولا بيصهر فين ولا ده من عدتي خالص انا بتكلم على حياة الشخصية اللاعب انا بتكلم على اداء بارض الملعب ومع ذلك كم تطاول فسبحان الله العدلة الالهية تتحقق يعني العدلة الالهية تحققت مرتين اليوم معايا ومع بعض اللاعبين ان فعلا تشوف سبحان الله وجهة نظرك وكان عندك قد ايه نظرة ان اللي جاية هيبقى الكيرف بينزل اكتر واللعيبة دي اداءها بيبقى اسوأ وسبحان الله ده اللي حصل اليوم ويعني هو ده اجمد رده واحلى رد جالي يعني الحمد لله على المكسب طبعا كنت مرعوبة ان احنا نخسر او نتعادل ولكن الحمد لله على المكسب على الرغم من الاداء السيء جدا للعيبة اللي انا حطيت تحتها خط طيب انا عمري ما بثقر لوجهة نظري ابدا بالعكس انا لما بكون غلطانة في حاجة وشفت ان فعلا لا ده بقى احسن بطلع اقول وقت كولر بيهزي بطلع اقول يا جماعة له ما له وعليه ما علي كولر اليوم عمل كذا غلط وقت بيعمل شي كويس بيطلع اقول لا كولر كان متميز فلما الواحد بيشوف اللعب بيقدي حسن الشحات انت قطه كتير جدا لما بيلعب كويس بدي له حقه امام عشور وكتير بعمل ده ولكن سؤال لك وانتو للحزب اللي هو بيدخل دائما وابدا يتطول بخصوص حسن الشحات بالتحديد بساري طاهر محمد طاهر بالتحديد ماذا قدم طاهر محمد طاهر اليوم علشان انتو بتقول ده لعب تكتيكي من الدرجة الاولى ومن التراز الاول وعبقري وكولر بيوظفه وحلو جدا وخلي بالك انا ما عنديش مشكلة خاصة انك تختلف معي وتقول لي الكلام ده ونتناقش فيه ورديت على ناس كتيرة ولكن بدون تطول ناس بتشتم دي لأ مع حالكو تعالي بقى انت اقول لي انت شفت ايه من طاهر محمد طاهر طيب تعال اسألك سؤال تاني مهم جدا وهعيده يا جماعة لان ده الاهم من احنا خلاص خدنا التلات نوعات فخلينا نتكلم ببعض اللاعبين عشان ده اللي جايوا على فكرة المركاتو على فكرة اللعيبة اللي هتتكمل يعني معنا طيب هو يا جماعة قولولي يمكن انا يعني بحكي عن جهل هو الوينج الوظيفة بتاعته الاساسية ايه او الدور بتاعه الاساسي ايه المفروض يبقى فيه بالانس ما بين الدفاع والهجوم اوكي حلو جدا ولكن هو وظيفته الاساسية والدور الاكبر مفترض يكون لي النزعة الهجومية صح كده طب يدوني برسنتج يعني انا عايز حد يحط لي برسنتج يقول لي كم لي كم يعني يقول لي كم بالمية يبقى هو بيدافع وكم بالمية هو بيهاجم علشان انا اقول ان انا بلعب بطار محمد طار عشان هو ديفندر من الدرجة الاولى طب ما هو انا عندي تحتيبك يا جماعة وده دوره الاساسي لو انا شفت ان انا الوينج بتاعي ده طاير وبيلعب هجومي بحت وما عندوش اي وظائف دفاعية خاصة انا بقدر اوظفه بيها بارض الملعب طب ما انا ممكن اخد السابورت من خط الوسط سهلة ولا صعبة اعتقد سهلة عادي عادي ان انت تخلي حد من خط الوسطك بيميل بالجابهة اللي فيها زي ما كنا بنشوف مثلا بنقول هنا في شوارع ورا كذا او كذا فاحنا لا ده شايف ان الحتة دي فيها ثغرة فالكوتش بيشوف الحتة دي فبيخلي حد من خط الوسط بيعمل ايه سابورت للباك فده اللي انا اعرفه وده اللي انا اتعلمته لو انتوا عارفين حاجة تانية مثلا فيه كرة قدم حديثة نزلت قولولي الابديت علشان ابقى وير بي علشان بجد الواحد بيشوفه ده لا لا احنا تعبنا احنا بامانة تعبنا من اللي بنشوفه من طهر محمد طهر انت بيجي لك كرة يا جماعة بيستلم غلط يا جماعة مش عارف يستلم الكرة ما هو احنا كده مش بنتنمر احنا كده بنقول اللي احنا شايفينه بارد الملعب انت ممكن تبقى الضغط الجماهيري الكبير عليك او ضغط التيشرت بتاع النادي الاهلي تقيل عليك فانت محتاج تبقى بتلعب في فرقة تانية ده اللي احنا بنقوله وممكن تنجح جدا حسام حسن يعني ده اكبر مثال مع النادي الاهلي مفيش خالص ما كنتش شوف منه اي حاج خالص بتشوفه مع اسموحة متقلق جدا جدا ففيه لعبة يا جماعة مكانها مش النادي الاهلي ده اللي احنا بنقوله ومنقولكش بطل كرة ومنقولش هابنقول احنا يعني احنا عايزين صحتنا عايزين نعيش لرب ولادنا والله فاللي احنا بنشوفه بارد الملعب ده حرام ولما يكون بيظهر اكتر يعني بيظهر اكتر لما بيكون الوانج الناحية التانية مش بيهمو زي حسن الشحات اليوم متش مش احسن حاجة هتقولوني طب ليه الفرق ما بين نقدك لحسن الشحات وطان محمد طهر على رغم الاتنين ما كانوش احسن حاجة هقولك علشان انت ليك كريدت في لاعب لي كريدت زي حسن الشحات لاعب كان منوف دي متش لاعب كان قلت له متشك يا شحات وفعلا ما خزلني قدام بيراميدز فبالتالي انا لما اجتكلم لازم يكون في عدالة في لاعب بيبقى اي لاعب بالدنيا ابس ان داونز كرة القدم يا جماعة مفهاش كلام ولكن داونز داونز دي حاجة جديدة علي دا مش بالكرة دا احنا دا 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 ولا حتى اقولك بدوري المدارس دا مفيش كده يا جماعة فلما حسن الشحات ما كانش بقى احسن حالاته شفنا ان الاهلي بلاحيلة وعمل متش يمكن من اقل الماتشات اللي شفناها بالفترة الماضية من وقت التلاتات والاربعات والارقام الكبيرة والسكور اللي كان بيطلع بي فبالتالي نقطة ومن اول السطر طاهر محمد طاهر لا يصلح ليه النادي الاهلي وربنا يوفقك يا رب باي فريق تاني الا النادي الاهلي طيب خلينا نتكلم عن انا كمان انتقضت خالي دا بفتاح وقلت عامل اداء كويس مظلوم بيه انه هو موجود بالجبهة بتاعة طاهر محمد طاهر ولكن الفيول خلص باخر الماتش وحد الدخل شتامني وانتي مش عاجبك حد وطول الله العظيم مشكلة عندك انت البنزين خلص يعني دا اللي انا قلته ان بنزينه كان خلص ظهر اليوم ان خالد عبد الفتاح ما بكان بقى احسن حالاته وفزق لي كان واقع وما بس خالد عبد الفتاح اللعيبة اللي بدنيا بتقع انا بالنسبالي هقول ده طبيعي والاجهاد طبيعي ولكن فيه لعيبة ده انت بتلعب او ما بتلعب مريح او انت جاي من على البينش او ما جاي بالطيارة انت اداءك زيرو فبالنسبالي كان خالد عبد الفتاح اليوم مش بقى احسن حالاته طي عتابي على كولر خليني اجيب لكم كلام بشكل عشوائي بقى علشان فعلا انا اليوم مش مبسوطة من الماتش عتابي على كولر ان انت لما بتشوف لاعب ما بقى احسن حالاته انت ليه عنيد يعني ايه انت دايما عندك حتة العند واضحة جدا طب انا شفت خالد بدنيا عنده اخطاء ما هو يا جمال اخطاء دي اما اجهات بدنية اما ذهنيا مش حاضر ان هو بيلعب بقاله كان ماتش ففرحان فزهنيا الدنيا ماشية معا جميلة فطبيعا ان احنا هنبقى شايفينه واصل ان هو لا من جريته باين ومن اخطاء وعدم تركيزه ان فيه مشكلة بدنية فبالتالي انا لما شوف كده انكيس يعني انا حاسس ان هو هاني راجع مش برضو كويس اوش بحسن حالاته فانا ممكن ارجع اكرم اكرم بيلعبها طب انا كريم بس هقولك لا كريم ازاي انت معدكش بديل اصلا من الكريم فوقات فانت دلوقتي ممكن تحط اكرم توفيق وتنزل ديانج اللي انت نزلته فبالتالي انا شايفة كولر عنده بعض اللي عند كده مع بعض العبين مسبب لي انا مشكلة عنده اثر على كهربا اللي نزل مالحقش يعمل حاجة ولكن هو بان عليه جدا انه هو out of service طبعا ده كده كده وانا لا الوم على كهربا ولكن الوم على كولر اللي حطوا بالتلاجة فما تنتظرش من كهربا انه هينزل هيبقى كهربا والفولت العالي وهيسجل ولا يا جماعة لا يعني حرام ان احنا نفكر بالطريقة دي طبيعي جدا بعد التخليل اللي خلي لها كهربا لازم تلاقي مستوى بالشكل ده الشناوي يلا علشان تبقى كل حلقة باخد حسنات منكم تانكيو بجد فاستمروا الشناوي طيب هل انت شايف كمحب جدا وعاشق للنادي الاهلي وعاشق لمحمد الشناوي ان هو ده مستوى محمد الشناوي هل شايف ان محمد الشناوي بيستحق على الرغم ان هو احسن جول كيبر بافريقيا كلها يا سيدي على راسي والله ولله الهيستري بتاعته على راسي برضو ولكن هل انت شايف انه احق انه يلعب بالفترة دي على حسام مصطفى شبير ومحدش يقول لي الصحنة لو وقعناه لو قعدناه هنوقعه او لو قعد دلوقتي هيوعى او هو محتاج الدعم الدعم على حساب الفريق انا اسفة زي ما حصل مشكلة مع كهرباء وفي ناس قالتلك لا المهم مصلحة الفريق والمهم الرولز اللي احنا مشين عليها والسيستم اللي احنا بنمشي عليه فبالتالي انا نفس الكلام هقوله معه محمد الشناوي مع كل حبي وتقديري واحترامي هل بالراحة كتب انت شايف ان مستوى محمد الشناوي يؤهلوا وبيلعب بيغلط ما بيغلط هو مكمل والحرس الاساسي بتاعها لو انت شايف ان هي دي العدالة فتمام خلاص انا ما يعني هتناقش اصلا تاني بقصة محمد الشناوي وبرضو ده من ضمن عتابي على كولر طيب هتكلم على اه الاهداف او الهدف اللي دخل فينا بمحمد الشناوي بس خليني اتكلم على كولر اول كولر واقول ايعقل ايعقل ان نشوف ديانج برا نادي الاهلي انت شايف ان ده التوقيت المناسب ان انت تستغنى عن ديانج انت شايف ان رضا سليم مفترض ان يخرج من نادي الاهلي على اعتبار ان انت عايز تحسن جودة وكفاءة وترفع من مستوى كفاءة اللعبين لا جانب انا بالنسبة لي انا مزهولة الاسماء المطروحة والاسماء الموجودة مش الاسماء اللي هتعوض خالص خروج لاعب زي ديانج وتقول الصنع بالنسبة لي لا من عندي مروان من عندي امام عشور من عندي افشا من عندي السلية انتوا شايفين اصاباته من عندي كريم وليد انتوا طبعا شايفين اصاباته وشايفين الكواليتي بتاع اللاعب فمحدش يقول لي ان ديانج فيه لاعب بالقال هيعوضه كان عندي كبير جدا وقت خروج حمدي فتحي وكنت حزينة وبعدها في فترة كنت دايما بنزل تويتس او بوستس وبقول يعني اشتقنالك ولما كنا بنشوفه كنت برضو بعمل ده لان بجد اللاعب فرق معك جدا جدا حاولت توظف ديانج الفترة من فترات انه يعمل ادوار كمية الحمدي فتحي ما نجحش اكتر حاجة بعد كده حاولت تعمل ده مع اكرم توفيق نجح جدا ولكن انت اللي خليته يرجع تاني يلعب اللي ورا يعني فخط وسط مدافع مش مهاجم وما كانش بيكمل وبيزيد الا ببعض الماتشات اللي بتوظفه بالحتة دي اللي عملها بشكل كويس وكان ابتدى يتطور هنخلط نفس الغلطة تاني انت ديانج انا مش هقولك ده خط وسط مهاجم ولا خط وسط مدافع حضرتك ده كتيبة تحت مسمى خط الوسط ديانج ده كتيبة دفاعية بأمانة احنا يعني فكرة خروج ديانج ده اكبر خسارة للنادي الاهلي فانا حزينة جدا جدا على خروج ديانج وفكرة ان هو عايز يمشي في ناس بتقول ان ديانج هو اللي عايز يمشي وعايز يطلع للقافر ده وببساطة جديدة هو كولر ما كانش بيعتمد عليه بالشكل اللي يليق بديانج فبالتالي يعني ايفنا في اللعب هو اللي عايز يمشي فانا شايفة ان هو ده طبيعي جدا ومنطقي ان هو يبقى عايز يخرج احنا شفنا الماتش راح فين وشفنا يعني ايه وينج ده لاعب ما بيلعبش ده لاعب عارف ان هو ماشي وسايب نادي الاهلي يعني فقد الشغف وده كان اداءه فتخيل ان ده لو لاعب عارف انه مكمل مع نادي الاهلي هيطلع لك ايه انا ما بقولش ان مستواء واو ما بقولش ان هو من نوع ترجع من الاصابة بقى احسن حالاته ولكن بقولك قارن قارن ما بين طائر محمد طهر وردا سلي وانت تعرف احنا روحنا فين او احنا بنتعامل مع ايه طي الجول بقى علشان ما تقولش عليكو اكتر من كده الجول مش غلطة محمد شناوي لحاله لا هو غلطة يعني ممكن اقول مناصفة مع قط الدفاع بداية من اكرم توفي اللي طبعا كان بداية الغلطة عنده وبعد كده جده رامي عشان فيه ناس هتقول لي فيه حد كتب لي ارادي اصلا خلاص على قصة رامي ربيعة ان انت تحبيش رامي ربيعة فطبعا هتقولي لا هو انتوا قولوا طب انا اقول رامي ربيعة وهسكت كنتوا كملوا ومحمد عبد المرعم امبورة على ذكرى امبورة علشان اللي مش عارف القصة دي او مش عارف التعليق بتاع امبورة ده امبورة ده بونوتشي كان لما بيحتاس قدام المرمة قدام تشازني كان بيعمل كده بروح ملافف ومامبر وخاصة الشام بيعمل ايه ده على اعتبار تكيب تتع الكورة فبالنسبة لي انا اليوم شفت محمد عبد المرعم على طريقة بونوتشي هو ده اللي هو عمله قدام الكورة وطبعا محمد شناوي ترامى متأخر فالكورة عدت وترامى من نفس الزاوية الصح جدا بسؤرية دي ترامى متأخر فالكورة دخلت وجل عبيت جدا وبتضيع الكلينشيت على حالك على اهداف والله يتحزن قلت وهقول وهقول النادي لالي محتاج قلب دفاع النادي لالي محتاج قلب دفاع هل رامي ربيعة ينفع يلعب على ياسر ابراهيم ياسر باريو ما جاء من اصابة طب انت عشان تدخله تاني يوصل للتوب فور ما هيعمل ايه حضرتك وواعد على البينش ما هو لازم يلعب فبالتالي مفترض ان ياسر ابراهيم نشوفه موجود بارد الملعب بدل رامي ربيعة على القليل لو حبي تعمر وتيشني يبقى اللعب وقف على رجله فانا بصراحة شايف حاجات كتيرة مش احسن حاجة بنكسب الحمد لله بس ابتدنا نشوف حاجات يعني نقوص فهم بيراميدز مش هيلعبك الماتش الجاي بنفس طريقة الماتش الماضي يا جماعة نركز كويس جدا انت مش هتشوف نفس الفرجن تاني الراجل مدرب محترم مفيش كلام فمش هيخلط الغلطة مرتين هو شاف اخطائك فين وهيشتغل عليها فخلي بالك ان اللجامش هيبقى سهل طيب كولر نعمل ايه علشان نحاول نقف على رجلينه قبل ماتش بيراميدز لازم ما نشوفش حد من وش اللعيبة دي بماتش الالوونيوم ماينفعش نجوفهم ماينفعش بامانة انت بتلعب فرقة اه ماتش كاس بس مع كامل احترامي لو انت اللعيبة اللي عندك على البينش مش بنفس الكفاءة على القليلة هيقدروا يقدوا قدام الالوونيوم فاعتقد يا كولر هتبقى اكبر خسارة واكبر تفريد بالدوري ان احنا نشوف نفس الوشوز دي بتلعب ماتش الالوونيوم عشان اصلا هو ماتش ده مش عادل ابدا هم عادين مريحين وبيشربوا قصب واحنا مطحونين فبصراحة مفيش عدالة خالص ولكن احنا لازم نحاول يعني نتعامل مع الوضع الرهن عادة اليكم من جديد بطل اللي احتواء اللي احتواء وبطل اللقطة والله يعني الناس بتكلمك انا انا عايز اعتذر بس عن حاجة الاول علشان انا كنت مخطئة جدا انا وقت كنت بحكي على التحكيم الخرخي لا انا انا اسفة يا خرخي يعني الجد اني اسف احنا اللي بنشوفه من الحكام المصريين نخلينا نروح لخرخي ونحب على راسه بامانة يعني عادل الغير عادل الهدف المشكوك بامره ومشكوك بصحته جدا جدا بتاع وسام ابو عبتاع افشة الاسس بتاع وسام ابو علي اللي معمول عليه ساندويتش اصلا يعني طيب وهو بالنص وسل للكورة الاول ولمس الكورة وطلع الكورة وكان مفترض لو انت شايف الكورة فاول اصلا يا غير عادل طيب يا ملك الاحتواء كنت تصفر باللحظة دي لكن هو استنى لما الكورة طلعت وتشاطت من افشة ودخلت جله بعدين قال لك لا دا فاول فقمة الظلم يعني من الغير عادل وده المتوقع منه ده احنا عندنا على الفور بسيوني بسيوني انت متخيل اللي احتواء تحته بسيوني فوق فاحنا نفدنا والله الماتش ده نفدنا منه يعني ببركة ربنا طبعا ده الحاجة الواضحة جدا بعدها انزار خالد عبد الفتاح اللي لا يرتقي لفاول يعني الكورة لا ترتقي الفاول اصلا الكورة بتاعة وبتاعة الديها 3-8 اللي فيها حالة الطرد بيضوي ده طرد مباشر اصلا يعني انت مكانش المفروض ان انت تطلع كارتة صفر بعد كده تترده هو قريدي كان عنده انزار انت السلا لا تعلم وعنده انزار ولا لا اكيد مش مركز الدرجات دي انت كل دماغك انت ازاي تخسر النادي الاهلي فكان مفترض انه يبقى طرد وماشر ده مش تهور ده فجر علني فدي انا شايف ان فيها احمر مباشر وغيره وغيره من الكرات الكثيرة لو قدسي لعب يقع صور صور صوت فاول على النادي الاهلي فلا صعب جدا بامانة احنا بنشوف تحكيم يعني انا بقول والله احنا اسوأ حاجة حتى لو جت لنا من برة حكام اجانب بيبقوا اكيد انضف بكتير جدا على القليلة على القليلة بتحس كده ان هم برضو بيبقى ليهم بعض الهفوات بعض الهفوات هنا وهنا يعني ابي بقى فيه جرائم واضحة جدا للنادي الاهلي ولكن يعني ها لحياء اماء الواجه طب يلا نحسب حاجة نحسب لك حاجة ولا نحسب عليهم حاجة اي كلام انما دول بامانة برقع الخشة ولا معافش برقع الايه اللي بيقولوا عليه الحياة ده ولا عمرهم شافوه ولا شموا ريحته يعني الحمد لله على الثلاث نقط والفوز واتمنى من كل قلبي ان الجاي يكون احسن من كده وشوفكم على خير تانكي